روى أحمد والترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء الفرق بين الوضوء والوضوء الوضوء هو أن أنت بتتوضى إنما الوضوء هو المية اللي أنت بتتوضى بيها قال أتيت رسول الله بوضوء يعني بما من أجل أن يتوضى به قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقال أبو موسى يا رسول الله سمعتك يعني بعد الوضوء وأنت تقول كذا وكذا يعني اللي هو إيه اللي هو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقال له صلى الله عليه وسلم وهل تركنا من شيء وانا تركت خير وما دعتش به ده الدعوة دي لوحدها جمعت كل الخير في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى وفي الآخرة اغفر لي ذنبي ولو اتغفر للإنسان ذنب ودخل الجنة ووسع لي في داري لأن سعة الدار أيضا من أسباب السعادة وبارك لي في رزقي لأن لما يكون في بركة في الرزق هيكون في بركة في حقيقة كتيرة جدا أنت محتاجها أنت وزوجتك وأهل بيتك وأولادك اللهم بارك يا رب العالمين في بيوتكم اللهم أمين قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة فقدنا البركة في بيوتنا لما تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هذا الدعاء الدعاء اللي احنا سمعناه دلوقتي لما تركناه فقدنا البركة بعدما حضرتك أو حضرتك تتوضوا قولي الدعاء ده بعد إزدك وممكن تقوله في أي وقت لكن بالذات بعد الوضوء اتوضيت قلت الذكر بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لحد كده فتحت لنا أبواب الجنة الثمانية بنص الحديث الذي جاء عند الترمذي بسند صحيح نزود بعدها بقى اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي تحل البركة في بيتك وفي رزقك بفضل الله بالله عليكم شيروا هذا الفيديو علموا الناس كلها وعملوا بهذا الحديث وعلموا الناس كلها تعمل بهذا الحديث حتى تحل البركة وتعود البركة إلى بيوت المسلمين أجمعين مرة أخرى أكثروا بعد الوضوء وفي أي وقت من هذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته